موسيقى حياكم الله أيها المشاهدون الأفاضل وسلام الله عليكم ورحمة منهم وبركات يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج موضوعنا في هذه الحلقة يتمحور في قضية مهمة جدا هناك عبادة يجب أن نمارسها بعقولنا وبأفكارنا وقد تشارك العين في هذه العبادة أتدرون ما هي هذه العبادة؟ هي عبادة التفكر والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى عبادة مارسها الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون والمقربون عرفوا الله سبحانه وتعالى فعرفهم قربوا منه فتقرب منهم بسبب هذه العبادة عبادة التفكر والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى انظر إلى نفسك ماذا فيها؟ انظر إلى أعضائك انظر إلى جوارحك انظر إلى عينيك كيف تبصر؟ كيف تبصر العينان؟ كيف تتحرك اليدان؟ كيف تنطق اللسان؟ كيف تتحرك الأرجل؟ كيف يهضم الطعام داخل المعدة؟ رأسك هذا ما داخله؟ داخله مخ وأعصاب يحاط بسياج من العظام القوية التي تحافظ عليه كل ذلك مدعاة للتفكير ومدعاة للتأمل يقول ابن القيم عليه رحمة الله إن معرفة الله سبحانه وتعالى تأتي من طريقين مهمين الطريق الأول الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى وهذا الكل يشترك فيه البر والفاجر الكل يقول أن الله موجود وأن الله يراني وأن الله خالق كل شيء الطريق الآخر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هي معرفة حياء ومعرفة شوق ومعرفة حب وهيام وخشوع وخوف من الله سبحانه وتعالى وليتأتى ذلك إلا في التدبر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى الأشياء التي نراها أمامنا أيها المشاهدون الأجلاء تتجل في أمرين مهمين آيات الله المقرؤة التي نقرأها في كلام الله سبحانه وتعالى نقرأها في كتابه العزيز هذه آيات مقرؤة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى كلام معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهناك آيات الله المنظورة المشاهدة في صفحة الكون نشاهدها بأم أعيننا وربما في أشياء لا نشاهدها كيف؟ هناك حشرات صغيرة لا نشاهدها لا ترى إلا بالمجهر هناك حيوانات كبيرة ضخمة يمكن لأي إنسان أن يراها كيف خلقها الله سبحانه وتعالى؟ كيف تنوعت البشريات؟ كيف تنوعت الصور؟ أنتم عندما ترون الحيوانات المختلفة في البرية وفي البحر وفي كثيرا من الأماكن هل تجدون الحيوانات متشابهة في صورها؟ في ألوانها؟ في أشكالها؟ في وظائفها؟ منها التي تسبح؟ ومنها التي تطير؟ ومنها التي تتحرك؟ ومنها التي تزحف؟ الإنسان نفسه البشر هؤلاء الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى تتنوع أشكالهم تتنوع علوانهم تتنوع لغاتهم ائتني بأبدع فنان على وجه الأرض لكي يرسم أشكالاً لوجوه متعددة من البشر كلها تختلف كل شكل يختلف عن الآخر لن يستطيع الذي يستطيع هو الله سبحانه وتعالى وحده قال الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين هذه كلها مدعاة للتأمل والتدبر والاعتبار الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخري بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله سبحانه وتعالى دائماً يدعونا ويشدونا ويحدونا في كتابه الكريم أفلا تتفكرون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تفقهون؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ ألم يروا كيف خلق الله السماوات والأرض؟ كل هذه الأشياء مدعاة للتفكير وللوقوف وللتأمل عند آيات الله الباهرة هذا أعرابي صورت عدسة عينه الكون الذي يراه والأشياء التي تشاهد أمامه وكثير من الأمور التي تتراء أمامه وهو يقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويقر بعظمة الله سبحانه وتعالى البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على العزيز الخبير؟ أفلا تدل على العزيز الحكيم الخبير الذي خلق السماوات والأرض؟ قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظر إلى نفسك انظر كيف هذه الأجهزة التي بداخلك تعمل ليلة نهار صباح مساء من غير كلل ولا ملل انظر إلى القلب هذا العضو العضلي الكبير العظيم الضخم الذي يضخ الدم في جميع أجزاء الجسم ولا يحتاج إلى بطارية ولا يحتاج لأي شيء من هذا من الذي يحركه؟ إنه الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة ماذا كانت عبادته؟ تقول السيدة عيشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كان يتحنث ليالي وأيام في غار حراء ماذا يعمل في غار حراء؟ كان يتفكر في مخلوقات الله كان يتفكر في السماء كان يتفكر في الأرض كان الله سبحانه وتعالى يهيئه لأمر جلل لأمر عظيم بدايتها ومنطلقها التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى تقول السيدة عيشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة ذرين الليلة أعبد ربي فتقول السيدة عائشة إني أحبك يا رسول الله وأحب ما يسرك قال فتوضى وصل ركعتين فإذا به يبكي عليه الصلاة والسلام حتى بل حجره من شدة البكاء ثم بعد ذلك يبكي عليه الصلاة والسلام حتى ابتلت الحيته الشريفة من شدة البكاء حتى ابتلت الأرض من شدة البكاء فجاءه بلال لكي يؤذنه للصلاة لصلاة الفجر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال له ما يبكيك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال عليه الصلاة والسلام أفلأكون عبدا شكورا هذه الليلة أنزلت علي آية من كلام الله سبحانه وتعالى ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ما هذه الآية؟ إن في خلق السماوة والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللئ للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوة والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذه الآيات العظيمة هذه الآيات الكريمة تدعو كل واحد مننا للتفكر في مخلوقات الله وللأسف هذه العبادة غفل عنها كثير من الناس ونسيها كثير من الناس فهم يسرحون ويمرحون في ليلهم وفي نهارهم وفي صباحهم وفي مسائهم ولا يتفكرون في هذه الأشياء التي تعينهم على معرفة الله وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى فاصل قصير انتظرونا بارك الله فيكم لا تبتعدوا عننا كثيرا حياكم الله أيها المشاهدون الأجل لا نرحب بكم مرة أخرى كنا قبل الفاصل نتكلم عن الآية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه والذي أمره الله سبحانه وتعالى في التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى والذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوة والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الليء للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوة والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هكذا تدلنا هذه الآيات المباركة أم الدردة سئلت أي عمل أو أي عبادة كان يعملها أبو الدردة فقالت التفكر والاعتبار التفكر والاعتبار قيل أو جاء عن الحسن البصري رحمه الله تفكر ساعة خير من قيام ليلة تفكر ساعة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى خير من قيام ليلة وقال بعضهم قال ركعتان مقتصدتان بتفكر وتأمل خير من قيام ليلة والقلب ساه الله تفكر في مخلوقات الله هذا العقل الذي عندك ما فائدته ما فائدته لماذا بعض الناس لا يستخدم عقله إلا في الشر لا يفكر إلا في الشر لا يفكر في الخير أبدا هذا عقلك هبة من الله زينة من الله لماذا لا تستخدمه إلا في الإيذة استخدمه في التفكر أنت ذكي لم يكن أحد بليد أبدا الله سبحانه وتعالى خلق فينا الذكاء وخلق فينا الفكر وخلق فينا الإبداع لماذا تستخدم عقلك في أمور لا تفيدك لا في الدنيا ولا في العاخرة تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنياتك الخيالي ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلالي طول التفكر طول التفكر وطول الفهم دليل على قرع باب الجنة ما طال ثكر مرء قط إلا فهم وما فهم مرء قط إلا علم وما علي ممرء قط إلا عمل انظروا أيها المشاهدون الأفاضل إلى السماء التي فوقنا السماء التي فوقنا قال الله عز وجل أَوَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مُنْفُرُوجِ هل في يوم من الأيام سمعنا أن في السماء خلل هل في يوم من الأيام سمعنا أن في السماء شقا بسيطا لا لم نسمع أبدا لأن الله ولن نسمع إلى يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماء بإبداع وإتقان وخلق الأرض بإبداع وإتقان قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصرة هل ترى من فطور ثم ارجع البصرة كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير مهما عدت وكررت النظر مرة أخرى فسيتعب نظرك ولن تلقى أي خلل في السماء انظروا إلى البحار انظروا إلى المحيطات انظروا إلى الأمواج الهائجة والأمواج الهائلة التي في البحر هل لا وقفت في يوم من الأيام أمام البحر وتفكرت في مخلوقات الله عز وجل كيف هذا البحر يمشي كيف هذا البحر يجري ما داخل هذا البحر من حيتان ومن أسماك ومن كنوز ومن جواهر كيف خلقها الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فاقرب فتقرب إلى الله عز وجل بالتفكير وبالتدبر وبالتمع الله عز وجل ماذا يقول أفلم ينظر إلى الإبلي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت جل الله سبحانه وتعالى هذا لاحظ هذه المجموعة الشمسية الضخمة التي تمشي بنظام دقيق جدا هذه النجوم التي تتلألأ في السماء من يمسكها من الذي يجعلها تمشي في أفلاق منضبطة هذه الأرض هذه الأرض تمثل نقطة بسيطة أو تساوي نقطة بسيطة في المجموعة الشمسية والمجموعة الشمسية تساوي نقطة بسيطة في درب التبانة ومجر الدرب التبانة تساوي نقطة بسيطة في آلاف المجرات وآلاف المجرات تساوي نقطة بسيطة في السماء التي نراها أمامنا لا إله إلا الله كيف تتحرك؟ كيف تكون حركتها بانتظام دقيق جدا؟ هذه السماء؟ هذه الشمس الضخمة التي منها طاقتنا فلا حياتها من غير شمس لا يمكن أن تكون هناك حياة في هذه الدنيا من غير شمس كيف هذه الشمس تستمد طاقتها الهائلة الهائجة؟ من يمدها؟ من يعطيها هذه الطاقة الضخمة الكبيرة؟ إنه الله سبحانه وتعالى لهذا قال أهل العلم المختصون أن الشمس في الثانية الواحدة تمشي مشيا عظيما جدا فيما يقطعه الإنسان في خمسمائة سنة هذا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم لم يقل تتحرك ولم يقل تمشي قال تجري الشمس تجري جريانا سريعا جدا من الذي يجعلها تجري؟ من الذي يجعلها تجري هذا الجريان السريع الهائل؟ إنه الله سبحانه وتعالى إذن يا أهل الحضارات ويا أهل التقدم ويا أهل التطور أنتم ماذا تصنعون؟ ماذا تصنعون؟ أنتم تزعمون أنكم قادة البشرية انظروا إلى خلق الله سبحانه وتعالى انظروا إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض وفي الأفلاك ولو اجتمعوا على أن يخلقوا ذباباً لن يخلقوه أبداً يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقضوا ضعف الطالب والمطلوب لو أرادوا أن يخلقوا ذباباً لم استطاعوا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه إذن كيف بنا جميعاً لا نتأمل في هذا الخلق الإلهي المبدع كيف بنا لا نتأمل ولا نتدبر هذه الآيات التي نشاهدها أمامنا كل يوم وكل ليلة كيف بنا لا نتمعن ولا نصغي إلى آيات الله سبحانه وتعالى المقرؤة والمنبورة أيها الإخوة اعطوا أعينكم حظها من العبادة هذه العين التي تعصي كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل دقيقة لا تنظر إلا إلى ما حرم الله اعطوها حظها من العبادة اعطوها قصدها من العبادة دعوها تفكر في مخلوقات الله دعوها تنبهر بمخلوقات الله الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هكذا هذه السماوات وهذه الأرض تقبض بيد الله سبحانه وتعالى يقبضها الله سبحانه وتعالى بيمينه حتى قال عبد الله بن عمر لما كان عليه الصلاة والسلام في المنبر يتلو هذه الآية كأن النبي يتحرك قال هل رسول الله يسقط لكنه كان عليه الصلاة والسلام يتفاعل مع هذه الآية قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذا الكون الضخم هذا الكون وهذه الأكوان التي لا نشاهدها وما وراء الكون وما قبل الكون وما بعد الكون كل ذلك كل ذلك يدعون ويشدون ويحدون في كل ساعة وفي كل لحظة إلى أن نتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام الفخر الرازي اجتمع عليه كثير من الناس ومرأت امرأة امرأة مرت من ها هذا الشخص الذي يجتمع عليه الناس قال قيل لها إنه الفخر الرازي الذي يمكن أن يأتي بألف دليل على وجود الله سبحانه وتعالى ماذا قالت هذه المرأة الأجوز قالت عجيب الله يحتاج إلى دليل هل وجود الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى دليل الله لا يحتاج إلى دليل هذا الذي نشاهده هذا الذي نراه هذا الذي نبصره هذا الذي يتحرك أمامنا من خلقه إنه الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل وجوده لا يحتاج إلى دليل كل الموجودات التي نشاهدها أمامنا وكل الأشياء التي تتحرك أمامنا كلها دليل قاطع على وجود الله سبحانه وتعالى فما علينا أيها الإخوة الأفاضل إلا أن ننهض بإحياء هذه العبادة التي نسيها كثير من الناس عبادة التفكر والتأمل نلتقي وإياكم في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة